كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن عبدالباصط المقرحي كان يملك حسابا في أحد البنوك السويسرية عندما أدين عام 2001 فيه أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه استرليني وذكرت الصحيفة أن المحكمة لم تتناول هذه المسألة لأنها اكتشفتها في وقت متأخر وأشار أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني أنه لو اكتشف أمر هذا المبلغ في حينه لكان هذا دليلا قويا على صلة ليبيا والمقرحي بالإرهاب الدولي